إن استمرار العدوان الإسرائيلي وتجاهله المطلق لكافة القوانين والمواثيق الدولية يهدف لوضع الشعب الفلسطيني المحاصر أمام واقع مأساوي هذا ما أكدته دولة الكويت في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية عبدالله الياحية والذي يترأس وفد دولة الكويت رفيع المستوى في جلسة مجلس الأمن الوزارية القاصة بالحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تجدد دولة الكويت إدانتها الشديدة لتلك الجرائم والاعتداءات فإننا نؤكد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني على أرضه مطالبتنا المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الرامية لوقف العدوان الذي راح ضاحيته عشرات الآلاف الأرواح البريئة وجددت دولة الكويت إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الرامية لوقف العدوان ووقف التهجير مع دخول المساعدات بدون قيد أو شرط تؤكد دولة الكويت عن موقفها المبدئي والراسخ في التضامن والوقوف إلى الجانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعي لنيل حقوق المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولتها المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وتمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غتيرش قد حذر في كلمتها التي ألقاها رئيس دوانه أمام ماجلس الأمن الدولي من أن نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من الانهيار التام وأن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام جددت دولة الكويت إدانتها الشديدة لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأكدت على موقفها الثابت والراسخ لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت اشتركوا في القناة